متابعي مصراوي أهلا بحضراتكم معكم أحمد السعداوي في لايف جديد من صالة تحرير موقع مصراوي مزيد من الضغوط تتعرض لها الأسر المصرية ارتفاعات غير مسبوكة بأسعار السلع في الأسواق المحلية ارتفاعات مفاجئة غير مسبوكة شهدتها أسعار السلع في الفترة الأخيرة هذه الزيادات قدد إلى وجود حالة من الاستياع عند المواطنين احنا بنتكلم عن أسعار السلع أساسية المواطن لا يستطيع الاستغناء عنها مثلا شركة شاي العروسة في الفترة الأخيرة زودت السعر بتاعها السعر ده زاد للمرة الرابعة خلال عام 2023 آخر زيادة بنتكلم عنها خلال هذه الأيام في شهر نوفمبر سبقتها زيادة قبل كده خلال شهر يونيو اللي فات حاليا مع هذه الزيادة سعر كرتول الشاي العروسة وصل لألفين تلتمية واربعين جنيه بدلا من ألفين ستة وسبعين جنيه يعني الكرتونة الوحدة زادت بحوالي ميتين أربعة وستين جنيه وأصغر عبوة اللي هي التمن كيلو سعرها زاد تلت جنيهات إيه المبرر اللي يخلي شركة شاي العروسة تزود السعر بتاعها أربع مرات خلال ألفين أربعة وعشرين قبل ما هنجاوب عن السؤال ده هنشير النقطة مهمة جدا الزيادة الرابعة لسعر منتج شاي العروسة بيتزامن مع إقبال كبير جدا من المواطنين خلال هذه الأيام على شراء منتج شاي العروسة المواطنين في فئات كتيرة جدا تركت أحد منتجات شاي شركة أجنبية أخرى كانت تستحوز على الحصة التسويقية الكبرى من السوق المصرية في معظم محافظات المصرية تمام لحد كده الشركة كانت بتوزع بكميات كبيرة جدا الفئات الكبيرة أو ناس كتير جدا من المواطنين اتجهوا إلى شراء شاي العروسة طيب الشركة بدلا ما تستغل هذه الفرصة في فئات كتيرة جدا اعتمدت على المنتج بتاعها بدون أي دعاية وبدون أي إعلانات بيأتي تزامنا مع حملات المقاطعة اللي دعا إليها كثير من رواد السوشيال ميديا وانتشرت بصورة كبيرة جدا تزامنا مع الاعتداءات الوحشية اللي بيقوم بيها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وقدت إلى استشهاد أكتر من 15 ألف من المدنيين الفلسطينيين الشركة بدل ما تستغل هذه الفرصة وتحسن من جودة المنتج على أقل الفئة اللي ثابت المنتج بتاع الشركة الأخرى اللي كانت تستحوز على نسبة كبيرة جدا من السوق المصرية يحسوا أن الجودة لا تختلف عن المنتج اللي كانوا بيستخدموه لا الشركة بدل ما تستغل ده أو تعمل على ده وأنها تحسن من جودة المنتج لا ده راحت وزودت سعر المنتج للمرة الرابعة خلال 2023 السنة اللي احنا فيها دلوقتي مع العلم أن آخر زيادة للشركة كانت في شهر يونيو اللي فات 2023 بدون أي مبرر رواد السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي دعوا إلى حملات مقاطعة لكل الشركات ذات المنشأ الأجنبي أو العلامات التجارية اللي الدول بتاعتها بتدعم جيش الاحتلال في اعتداءاته الوحشية الغاشمة على الفلسطينيين وتحديدا قطاع غزة رواد السوشيال ميديا دعوا إلى أن احنا ندعم المنتجات البديلة للمنتجات الأجنبية ديت ذات المنشأ المصري أو الشركات العربية الشركة بتبرر الزيادة اللي هي عملتها في سعر شاي العروسة وبتقول أن ده بسبب التكاليف الاسترادية والحجة اللي موجودة دايما أسعار الدولار وبتقول أن التكلفة أو الحاجات اللي دخلة في صناعة الشاي معظمها بتأتي مستوردة وليست موجودة بالسوق المحلية يبقى دلوقتي عندنا سعر منتج شاي العروسة زاد أربع مرات خلال عام 2023 زيادات الناس بتقول أنها غير مبررة بالمرة لأن السعر تخطى أكثر من رقم خلال الفترة الأخيرة والناس شايفة أن السعر ده غير مناسب جدا مع المنتج وبيقولوا أن المنتج بتاع الشركة التانية اللي كانت بتستحوز على نسبة كبيرة جدا من السوق كان أفضل فبيخطبوا الشركة دلوقتي الدعاية جاية لك مجانية الناس بتقبل على شراء المنتج بصورة كبيرة جدا ليه ما تحسنيش من جودة المنتج على قال لي بزاي المنتج التاني والفئات الكبيرة اللي سابت المنتج التاني ما تحسش بفرق فأنت يبقى كسبت زبون عندك كشركة شاي العروسة يبقى زبون دائم أو مستهلك دائم يعتمد على هذا المنتج لقى الشركة بررت وقالت أن السبب التكاليف الاستراضية وسعر الدولار فهدى أن احنا زودنا السعر بسبب القصة دي كلها ده بالنسبة لشاي العروسة طيب الشاي ده مش هيحتاج يتحلى مش محتاج سكر طبعا السكر لا يستخدم في هذا الجانب فقط السكر بيدخل في صناعات أخرى عديدة منها صناعات المواد الغذائية وصناعات تانية للأسف حصل انفلات كبير جدا في أسعار السكر أيضا في الفترة الأخيرة وسعر كيلو السكر تخطى الخمسين جنيه وصل لتنين وخمسين جنيه في أماكن كتيرة جدا مع العلم أنه سلعة أساسية واستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها الدولة بتسعى طبعا لتحقيق الاكتفاء الزاتي من السكر في الفترة الأخيرة مصر بتنتج اتنين وتمانية من عشرة مليون طن من السكر منهم واحد وتمانية من عشرة مليون طن من بنجر السكر ومليون طن تقريبا من قصب السكر إذن الدولة بتقول إن فيه اكتفاء ذاتي من السكر يبقى ما فيش أي مبرر على الإطلاق لارتفاع سعره بهذه الصورة الجنونية الصورة غير مسبوكة فيه انفلات في سعر السكر ما فيش سيطرة عليه تماما طيب الكيلو السكر اللي بينتج من قصب السكر أو من بنجر السكر كيلو السكر ده الحكومة بتقول إن تكلفته ما بتتخطاش عشرة جنيهات يعني عشرة جنيه تكلفة السكر والحكومة تكلفة إنتاج كيلو السكر الحكومة بتستوري طن السكر من المزارعين بحوالي ألف ومية جنيه للطن الألف ومية جنيه للطن دول بتقول الحكومة إن الطن الواحد بيطلع حوالي مية وعشرين كيلو جرام إذن السكر اللي بيوصل لك كمواطن أو كمستهلك تكلفته أصلاً مش كبيرة على الدولة ومن هنا ليه سعره متفاوت؟ ليه سعره تخطى الخمسين جنيه؟ ليه هذا اللي انفلات في سعر السكر؟ يبقى زي ما قلنا أن السكر فيه اكتفاق ذاتي من السكر مصر فيها اكتفاق ذاتي من السكر يبقى إيه المبرر؟ ما فيش أي مبرر إطلاقاً لانفلات سعر السكر وأنه يتخطى الخمسين جنيه يبقى دلوقتي عندنا فيه أزمة إيه السبب اللي خلى سعر السكر يرتفع بهذه الطريقة أو بهذه الصورة؟ دور فتش دايماً عن التجار فيه مافيا للتجار فيه جشع تجار التجار قاموا باحتقار سلعة السكر التجار قاموا باحتقارها ومنعوا وجودها من السوق بصورة كبيرة مش هتقولي أنها مش موجودة لا موجودة بس مش بكميات كبيرة التجار عايزين يعملوا تعطيش للسوق قاموا باحتقار السلعة وتجار كتير صغيرين أو بعض السوبر ماركت أو تجار الجملة للناس بتتعامل معاهم قالوا أنه التجار بيعملوا الحركة دي سنوياً قبل قدوم شهر رمضان المبارك لأن طبعاً الارتفاع الطلب بيزيد على السلعة في شهر رمضان تحديداً وبالتالي بيحققوا أرباح كبيرة جداً مش بيكفيهم بالسعر تخطى الخمسين جنيه لا ده بيطمعوا في أرباح أكتر بكتير جداً والضحية في الآخر هو المواطن البسيط طب إحنا عرضنا أزمتين أزمة الشاي ودي الشركة طبعاً مسؤولة عنها هي اللي بتحدد سعرها وبالنسبة لسعر السكر اللي الدولة يعتبر معظم الشركات اللي مسؤولة عن إنتاج السكر طبعاً الحكومة والحكومة بتوفروا للمستهلكين على البطاية التموينية بأسعار معقولة ب12 جنيه و60 قرش طب إيه هي الإجراءات الحكومية اللي المفروض تتبعها علشان تسيطر على هذه الزيادات غير المسبوكة في سعر السكر رقم واحد وزارة التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية بما فيها جهاز حماية المستهلك عليها القيام بدورها لمواجهة محتكري هذه السلح ده بالنسبة لوزارة التموين والأجهزة الرقابية رقم اتنين أن تعمل على مواجهة الارتفاعات غير المبررة في سعر السكر رقم ثلاثة تمنع تصدير السكر علشان توفي بالاحتياجات المحلية في الأسواق المحلية رقم اربعة والأهم وضع تسعيرة جبرية إذا وضعت الحكومة تسعيرة جبرية سيتم وقف هذه المشكلة وهيبقى فيه تعامل وبالنسبة للتسعيرة الجبرية أحد رواد السوشيال ميديا أكتر من واحد بيحاولوا يحلوا في الأزمة مع الحكومة واحد منهم بقى قد يكون ساخرا أو قال زي ما الدولة بتضع تسعيرة جبرية أو لجنة تسعير تلقائي الدولة بتعمل لجنة تسعير تلقائي للمنتجات البترولية وأسعار الوقود بتحدد الأسعار يا إما ترفع عشرة في المية فوق يا إما تنخفض حسب السوق ليه الدولة ما تعملش كده مع أسعار المنتجات الغذائية بدل ما احنا كل يوم بنصحا نلاقي سعر في حتة تانية كل يوم سعر مختلف عن اليوم اللي قبله طيب إحنا دلوقتي عرضنا المشكلة بالنسبة للحكومة وبالنسبة للمواطن إيه اللي الواجب على الحكومة أن تفعله قلنا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك هيقوموا بمراجبة الأسواق وضبط التجار المحتكرين والتعامل معهم بكل قوة وحسر وهتقوم تاني بمواجهة الانفلات في الأسعار وهتمنع تصدير السكر زي ما قلنا علشان توفي بالاحتياجات المحلية ووضع تسعير جبرية طيب المواطن ماذا عليه أن يفعل في هذه الحالة أي مواطن بيشوف أي حد بيتلاعب بالسلعة بيشوف أي تاجر بيحتكر السلعة عليه أن يخاطب قنوات الدولة الرسمية عندك البوابة الحكومية للشكاوة عندك وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر الخطوط الساخنة عندك خدمات الواتساب لشكاوة الحكومية موجودة على المواطن أن يجد أي أمر قلنا عليه أن يبلغ فورا وجهاز أو اللي هو مجلس الوزراء عن طريق الشكاوة الحكومية بيتابع الشكاوة ومجلس ومركز معلومات الوزراء كل فترة بيعمل حصر بكل الشكاوة اللي وردته بيكون ببحثها وكيفية حلها والحل ده وصل لحد فين مش بس كده ده الحكومة كمان بتتابع مع المواطن هل تم حل المشكلة ولا لأ؟ الشكاوة بتاعته اللي هو بلغ بيها هل تم الرد عليها؟ ولا لأ؟ كل ده بيقول أن في دور على الحكومة لازم تعمله وفي دور على المواطن أنه هو يكون إيجابي وما يتعملش مع الموضوع بأي سلبية علشان نقدر نواجه كل محاولات الاحتقار كل محاولات الاحتقار من جانب التجار الجاشعين اللي بيستغلوا الأزمة زي ما حصلت مع أزمات كتيرة جدا عرضنا قبل كده مشكلة الرز وإيه سببها وسبب اللي أدى إلى ارتفاع سعره ومشكلة الشاي زي ما قلنا من شوية ومشكلة السكر كل هذه الأمور هتتحل عن طريق تفعيل دور الدولة زي ما قلنا اللي بتقوم بواجبها بس عليها مراقبة أكتر للأسواق لضرب أي محاولة الاحتقار لأي سلعة مهمة والمحاولة التانية أو الجانب التاني من المواطن أنه يكون إيجابي ويتعامل بإيجابية أي مشكلة أو أي حاجة شايفها مش مصبوطة بيبلغ فورا عبر القنوات الرسمية اللي يتواصل بيها مع الدولة للشكاوى الحكومية أو غيرها متابعين عرضنا عليكم كل ما يخص هذه الأزمات المرتبطة بالزيادات غير المبررة وغير المنطقية في الأسعار شكرا لحضراتكم كان معكم أحمد السعداء ومن صالة تحرير موقع مصرو